السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونوجد الزوايا المشتركة في الضلع النهائي خلونا مع بعض نستعرض الزوايا في الوضع القياسي فأولا عندنا المستوى الأحداثي المستوى الأحداثي هو محور XY ينقسم إلى أربعة أقسام كل قسم رح يعتبر ربع فقيمة القسم الأول الزوايا تعتبر من الزاوية 0 درجة إلى 90 درجة وبعدها من 90 إلى 180 طبعا كل ربع راح يكون عبارة عن 90 درجة بعدها من 180 درجة إلى 270 درجة وبعدها من 270 إلى 360 لو لاحظتوا إحنا بدينا من الصفر وانتهينا عند 360 مشينا بعكس عقارة بالساعة دائما الزاوية لما تكون قيمتها موجبة رح نمشي عكس عقارة بالساعة أما لما تكون سالبة رح نمشي مع عقارة بالساعة فرح نمشي من تحت إلى فوق خلونا ناخذ مع بعض أول مثال لكن قبل أن ناخذ أول مثال إشلال رح نمثل الزاوية؟ دائما الزاوية رح يكون لها رأس في الوسط وراح يكون الظلعها الابتدائي من محور إكس الموجب والظلع النهائي على حسب قياس الزاوية فرضا كان الظلع النهائي في الربع الثالث فراح نمشي من البداية من الربع الأول إلى الربع الثالث فناخذ مع بعض أول مثال ارسم الزاوية التي قياسها 160 درجة في الوضع القياسي أول شيء نبي نعرف المئة وستين في أي ربع؟ هل هي في الربع الأول، الربع الثاني، الربع الثالث؟ خلونا نشوف مع بعض فأول خطوة نرسم محور إكس وواي ونحط قياسات الزاوية على الأربع فعندنا صفر، تسعين، مئة وثمانين، مئتين وسبعين طبعا لو نلاحظ أن قيمة المئة وستين راح تكون بين تسعين ومئة وثمانين فواضح أن هي راح تكون في الربع الثاني فراح نرسم أول خطوة الرأس دائما يكون في المنتصف عند صفر وصفر أو نقطة الأصل وبعدها الضلع الابتدائي عند محور إكس، اللي هو عند النقطة صفر والظلع النهائي راح نرسمه في الربع الثاني وراح نبتدي من الصفر إلى الظلع النهائي انتهينا عزائي طلبة من المثال الأول خلونا ننتقل مع بعض إلى المثال الثاني عندي نبي نرسم الزاوية التي قياسها مائتين وخمسة وتسعين درجة في الوضع القياسي طبعاً أول خطوة أن نعرف أن المائتين وخمسة وتسعين هي أكبر من مائتين وسبعين فبما أنه هي أكبر من مائتين وسبعين فراح تكون في الربع الرابع بعدين شنون راح نرسمها في الربع الرابع راح نقول المائتين وخمسة وتسعين ناقص مائتين وسبعين عشان نعرف بالضبط وين نخلي السهم في الربع الرابع راح نشوف مع بعض الظلع النهائي وين راح نرسمه فراح يكون في الربع الرابع لكن احنا مع بعض طلعنا الـ 25 درجة وين راح تكون الـ 25 درجة راح تكون جريبة من محور وي فهذه هي الـ 25 درجة اللي طلعناها عشان نبي نعرف اش كثر عقبل مائتين وسبعين راح تكون المائتين وخمسة وتسعين خلونا مع بعض ننتقل إلى زاوية أخرى بقياس سالب فعندي السؤال يقول ارسم الزاوية التي قياسها سالب خمسين درجة في الوضع القياسي طبعاً لو تذكرون في البداية قلنا ان الزاوية السالبة راح نرسمها مع عقارب الساعة يعني راح تكون من تحت راح نبتدي بعكس ما سوينا من شوي فأول خطوة راح نرسم المحاور وراح نقول ان احنا نبتدي بالرأس والظلع الابتدائي مثل ما هو الظلع النهائي راح يكون عندنا اياه تحت في الربع الرابع بالنسبة حق الموجب لكن بالنسبة حق السالب راح يكون الربع الاول بشاذي يا عزائي الطلبة انتهينا من تمثيل او رسم الزاوية في الوضع القياسي خلونا مع بعض ننتقل الى شيء اخر طبعاً الحين عندنا الرسمة الزاوية اللي قياسها ستمائة درجة طبعاً لو تلاحظون ان الستمائة درجة هي اكبر من ثلاثمائة وستين اللي احنا نعرفها فاش راح نسوي راح ناخذ اول خطوة الستمائة درجة نطرحها من الثلاثمائة وستين طلع عندنا مائتين واربعين المائتين واربعين هي في اي ربع؟ في الربع الثالث ليش قلنا انها هي في الربع الثالث لانه هي محصورة بين المائتين وسبعين اللي تحت والمائة وثمانين فأكيد راح تكون في الربع الثالث طبعا نبي نعرف الظلع النهائي بالضبط وين نحطه في الربع الثالث فرح ناخذ الـ 240 نطرحه من 180 يعطينا 60 درجة فرح نرسم محاورنا ونرسم رأس الزاوية الظلع الابتدائي مثل ما هو لأنه هي موجب فرح نبتدي عكس عقارة بالساعة الربع الثالث رح يكون عندنا الظلع النهائي وقيمة الـ 60 رح تكون عندي إياها هني جريبة من المحور اللي عليه 180 رح نبتدي دائرة كاملة وبعدها نكون هنا فنبتدي دائرة كاملة انتهينا من الدائرة الأولى فصار عندنا 360 الدائرة الثانية اللي هي 240 وهني فقط الـ 60 ننتقل مع بعض أعزائي الطلبة إلى الهدف الثاني أوجد زاوية بقياس موجب وأخرى بقياس سالب مشتركتين فالضلع النهائي للزاوية التي قياسها 130 درجة فاش راح نسوي مرة راح نقول 130 زائد 360 والمرة الثانية راح نقول 130 ناقص 360 فراح يكون عندنا أول وحدة 130 زائد 360 يعطينا 490 درجة والثانية راح تكون 130 درجة ناقص 360 درجة يعطينا سالب 230 درجة فالحين لو ينمثل الثلاث زواية على المستوى الأحداثي في الوضع القياسي كلهم راح يكون مشتركين في الضلع النهائي أما الدوران أهوى اللي راح يفرق سواء كانت موجبة عكس عقارب الساعة ولا سالبة مع عقارب الساعة ننتقل مع بعض إلى السؤال الثاني فعندنا السؤال يقول بنفس الطريقة نبي نوجد زاوية بقياس موجب وأخرى بقياس سالب مشتركتين في الضلع النهائي للزاوية التي قياسها سالب 45 درجة فمثل ما سوينا في السؤال السابق نسويهني فمرة راح نقول زائد 360 ومرة راح نقول ناقص 360 فنقول سالب 45 درجة زائد 360 درجة يعطينا 315 درجة سالب 45 درجة ناقص 360 درجة يساوي سالب 405 درجة بشذي أعزائي الطلبة انتهينا من هدفنا الثاني وانتهينا من درسنا لليوم شكرا لحسن استماعكم وإلى اللقاء في دروس أخرى ومع السلامة